تواصل الدولة جهدها لتوفير السلع الأساسية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم من خلال ضخ كميات كبيرة من هذه السلع كالأرز والسكر والدقيقة في مختلف المجمعات الاستهلاكية كما تشهد المجمعات الاستهلاكية توفر جميع أنواع السلع الأساسية وبأسعار مناسبة وذلك استمرارا لتوجهات الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين وللمزيد ننتقل إلى الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من داخل أحد المجمعات الاستهلاكية أهلاً وصهلاً بكم وبكل سادة المشاهدين أرحب بحضراتكم من أحد المجمعات الاستهلاكية بمدينة نصر نتابع مع حضراتكم جهود الدولة في توفير السلع الجذائية الأساسية الاستهلاكية ونتابع أيضاً جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في ضخ كميات كبيرة من السلع المختلفة وأيضاً من المنتجات المختلفة التي يحتاج إليها المواطنين كل يوم نتابع معكم من هذا المجمع الاستهلاكي مدى توفر السلع الأساسية وأيضاً اللحوم والدواجن عندما تواجدنا في هذا المجمع الاستهلاكي قمنا بجولة لتفقد مدى توفر السلع الأساسية وأيضاً الوقوف على ثبات أسعارها وجدنا أن هناك بعض السلع يكون هناك عليها إقبال من المواطنين كالسلع الأساسية مثل الأرز والدقيق والزيت وأيضاً السكر لكن كل هذه المنتجات التي يكون عليها إقبال يتم على الفور ضخ كميات بديلة وضخ كميات مناسبة لطلب المواطنين حتى لا يكون هناك فرصة لنقص هذه السلع فعندما تواجدنا تأكدنا من تواجد كل هذه السلع وأيضاً بأسعار هي أفضل من الأسعار الخارجية في القطاع الحر كما أكد لنا المواطنون المتواجدون هنا داخل المجمع الاستهلاكي خاصة فيما يتعلق باللحوم اللحوم هنا تتوافر بكميات تازجة كل يوم منذ صباح كل يوم تتوافر اللحوم السودانية وبأسعار هي أفضل من الخارج وأفضل من القطاع الحر وهذه اللحوم تتواجد بأسعار مناسبة للمواطنين كما تحدثوا وأيضاً هناك الدواج المجمدة موجودة بشكل كافي للمواطنين عندما تواجدنا أيضاً داخل هذا المجمع الاستهلاكي وجدنا إقبال كبير من المواطنين على شراء المنتجات المختلفة وهذا ما يؤكد أن الأسعار داخل المجمعات الاستهلاكية مختلفة تماماً ومناسبة تماماً على خلاف الأسعار الموجودة في الخارج أيضاً نطمئن أسادة المشاهدين بأن كل السلع تتوافر داخل المجمع الاستهلاكي لا داعي للتخزين ولا داعي أيضاً للقلق من عدم توفر هذه السلع فهناك كميات كبيرة كما صرح أيضاً الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بأن لدينا احتياط استراتيجي من اللحوم السودانية ما يقرب من سنة ونصف وأيضاً هناك توافر كميات كبيرة من الأرز في مختلف المجمعات الاستهلاكية أيضاً هناك عملية المراقبة التي تقوم بها وزارة التموين والتجارة الداخلية هي مهمة للغاية لأنها تراقب هذه المجمعات الاستهلاكية على مدار الساعة تراقب المنتجات الموجودة تراقب الأسعار وأيضاً جودة هذه المنتجات لأن المنتجات الموجودة والسلع الموجودة داخل المجمعات الاستهلاكية هي ليس فقط الأسعار الخاصة بهذه السلع أفضل من الخارج ولكن أيضاً الجودة جودة السلع الجذائية هنا كما تحدث المواطنون عن جودة اللحوم فهي أفضل من أي لحوم في الخارج أيضا نطمئن السادة المواطنين على أنه يكون كل يوم هناك ضخ كميات كبيرة في هذا المجمع وغير من المجمعات الاستهلاكية الأخرى فبالتالي هناك ثبات في الأسعار هناك توافر للسلع داخل هذا المجمع الاستهلاكي وأيضا الرقابة كما تحدثنا تقوم بدور كبير جدا أيضا جهاز حماية المستهلك يقوم بمتابعة هذه الأسعار وهذه السلع للتأكد من عدم التلاعف في الأسعار وتوافر كل السلع للمواطنين بأسعار ثابتة تناسب كل المواطنين وكل فئات المجتمع هذه هي الصورة من أحد المجمعات الاستهلاكية بمدينة نصر والآن عودة إليكم مرة أخرى